وما زلنا مستمرين معكم في حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل توعية الشباب بخطورة المخدرات والإدمان النهاردة أنا أتعرف عن الأسباب اللي بتكون عامل رئيسي وأساسي في إقبال شبابنا الصغير على تعاطي هذه المخدرات أو بتقود شبابنا للإدمان إيه التوعية الصحية للوقاية من المخدرات وإزاي نقدر نعرف لو في مدمن في أسرتنا وإزاي نقدر نعالج هذا الأمر بشكل صحي وبشكل آمن أرحبا معنا بدكتورتنا الدكتورة سمار كشكا أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري من ورانا نهاردة في السوديو صباح الخير يا مصر أهلا معك يا فندي أهلا بيجيو حضر عايزين نتعرف ما هي الأسباب التي تدفع الشباب للإدمان قراءة بلغة الأرقام إيه هي أكثر الشباب عرضة؟ من هي أكثر الأجيال إقبالا؟ ذكور، إناس، حضر، ريف؟ عندنا أرقام؟ شوف هي الأقوى من الأرقام أننا بنحدد فئة معينة هي المستهدفة من المخدرات أو من الناس اللي بتوصل الموضوع ده للمخدرات أو الفئة الأكثر عرضة واللي ممكن أن هم يقدروا عليها هي فئة المراهقين هي الفئة الأكبر من الناس المتعرضة أصلاً أو المستهدفة أو اللي العين عليها لخطر الإنجذاب لهذا الأرض؟ لأسباب كتير جداً أولاً، الولاد دول في مرحلة انتقالية مش فاهمين في عندهم خبايا، اضطرابات نفسية، حاجات كلها ملخبطة فبيجي اللي يسيطر عليه بسهولة لو قل الوعي من البيت يعني لو الأب والأم مش مدركين خطورة المرحلة ومش قريبين من ولادهم بالقدر الكافي وقلة الوعي أن هم يفهموهم حاجة زي كده هي دي بالنسبة لهم حاجة غمضة فبيفتح صندوق هو مش فاهم إيه اللي جواه فإن ما كانش عنده الوعي الكافي أو الإدراك إيه اللي جواه ده فبيجرب أو بيبقى فريسة لللي يقوله جرب صحيح فالأهل لازم يبدروا أن هم يقولوا لولادهم يعني فيه حاجة هتتعرض لها اسمها المخدرات فيه من أصدقائك هيقولولك لازم تبقى راجل أو لازم تبقى كبرتي ولازم تبقى ليك كلمة فيه كمان شخصيات مستهدفة أكتر اللي هي الشخصيات الخجولة قوي ما عندوش القوة فبيبقى أسهل للدخول ليه يعني يقوله خال عشان تبقى قوي وتقدر تتكلم وعندك جرأة تاخد المخدرات هتديك القوة والجرأة ففيه المستهدفين فئات كتيرة بس دي الأكثر استهدافة لأنها الأسهل طيب يعني إزاي أتخلص بقى من حاجة زي دي أو زي أحمي أولادي لو دلوقتي أم عابب يتفرجوا عنينا النهاردة عارفين أنه مثلا فيه يمكن صحاب ولادهم مش أصدقاء سوق يعني أو حاسين أنه فيه إقبال شوية من الشخصية عندها سلوك الحرافي شوية إزاي يقدروا أن هم يحموا أولادهم من هذه الأفكار ويعني يتخلصوا من الأسباب دي هي فيه نقطة الأهل اللازم يعوها جدا لما تيجي تحمي ابنك من حاجة زي كده تقولي له لا ما ينفعش أن أنت تتقابل فلان ما ينفعش بشكل قهري هو مش هيسمع الكلام بالشكل ده هو عايز حد يقعد معاه يفهمه إيه المخدرات وإيه خطرتها وإيه أنواعها واللي هيدخل عليك ده هيقولك إيه وهيدحك عليك بالشكل إزاي فأنا شايف أن أصحابك دول بلاش منهم وأملى وقت الفراغ اللي هو كان بيقابل فيه الأصدقاء دول لو الأصدقاء دول مثلا في النادي أو في المدرسة أو في الجامعة أحاول أن أنا أقلص الوقت اللي هو موجود فيه أن هم محصرينه لأنه هو له حتى بعد هم برضو عندهم عاملين حصار عليه فبحاول بقدر الإمكان أن أنا أفهمه جدا بجيب له أفلام مثلا بتتكلم عن الموضوع واخترته وشكلها بقعدوا مع ناس لو أنا ما عنديش الإدراك أو ما عنديش القدرة على الإقناع بقعدوا مع ناس فاهمين الموضوع وفاهمين القصة بقعدوا مع ناس سبق لهم التعرض لحاجة زي كده وخليهم يتكلموا معاه أرض واقع ما يكلموش بحاجة هو مش شايفة لازم يبقى كل حاجة بالنسباله أرض واقع هو شايف وملموس بالنسباله يعمل إيه الأهل عليهم عامل كبير جدا وسائل التواصل الاجتماعي يريد يبينوا خطورة الكلام ده أنا شايفة فيه إعلانات في التلفزيون إن هي حاجات توعية والخطورتها وإنها دي حاجة مش كويسة وإن لازم إن أنا قدر أقول لأ ودي ثقافة مش عندنا إن أولاد الولاد مع بعض ما حد بيارد عليه حاجة زي كده بيخجل أو بيكسف أو يقول طب إيه يعني مجرب لازم أعوده إن هو حاجة مش موافق عليها يقول لأ تربية الطفل أو تربية المراهق إنه يرفض حاجة اتعرضت عليه هو عارف مسبقا إن هي مش كويسة إنه لازم يتعود إن يقول لأ عرفية دعوكتور كنت بتفرج مبارح على فيديو واحدة بتسأل خبير نفسي إنه إزاي قدر أحافظ على أولادي من كل بقى الحاجات الموجودة دلوقتي مش بس المخدرات قال لها الثقة في النفس إنك تبني ثقة في النفس كبيرة عند الأولاد دي مش هيبقوا مضطرين إنهما يسمعوا الحد أو بيقول لحضرتك بتقولي يعني إنه الضعاف الشخصية هما اللي بيبقى الدخول ليهم أسهل فلو أنا ربيت في أولادي ثقة في النفس ويعني دي حاجة من الحاجات اللي هتخلي عندهم عدم السهولة في الإصغاء للناس التانية إنه أنا مش هسمع لحد يقولي أنت عشان تبقى جامد عشان تبقى خطير يعني تجرب حاجة زي دي هي الأهم للأهل اللي لازم يفهموا والولاد القرب منهم وبين بعض والثقة ما بين الأهل والولاد لازم ابني يبقى واثق إن أنا يعني خايف عليه قوي قلة التعنيف بلاش نعنف ولادنا على صغيرة قبل الكبيرة فبيضطر إنه هو يهرب برا البيت الوقت اللي هرب فيه برا البيت ووقف مع صحابه عرضة إنه حتى لو مش صحابه مش كويسين ممكن يقابل اللي مش كويسين أو يبقى الوقت الأكبر في الشارع فبلاش إنه أنتوا تهربوهم من البيت الاحتواء في الفترة دي مهم جدا إنه هو يكون عنده انتماء لأهله للبيت وإنه يسمع كلامهم وده ما بيجيش من فراغ ده بيجي من إني أنا أسمعت له مرة واثنين وثلاثة وخدت رأيه وخدت رأيه في موضوع المخدرات يعني أنا لو عايزة أفتح مع ابني الموضوع ده بعض معاه وقوله إيه ثقافتك عن المخدرات تعرف عنها إيه أدي له الأمان إنه يحكي هل اتعرض لحاجة زي كده قبل كده هل حد يكلمه في موضوع زي ده هل مثلا جاله صدوع وكان قاعد مع مجموعة علشان أقدر أستكشف منه شكل الناس اللي بيعود معها يعني أفرض أن أنا ما عنديش الوقت أن أنا بنزل أشوف هو بيقف مع مين أو بيكلم مين عندي الوقت اللي أقدر أعود مع ابني في البيت أقوله طب أنت بتعود مع مين طب بتتكلمه في إيه طب حد هل ورد عليك سؤال زي ده إنك تاخد حباية مثلا أو تاخد حاجة تجربها لأنه لو تجرب هو للأسف هيبطر أنه هو يدخل في السكة دي لأن الإقناع غير التجربة هو بيقنعه أنه يجرب مرة المرة الأولى طبعا هو ما عندهش فكرة عن الموضوع فهيدخل في حالة هو فاكر أن دي هتفضل كده على طول فبيضطر أنه هو يجرب مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما يدخل في الإدمان الوعي والوقاية من قبل مهمة جدا إنك هتتعرض لحاجة زي كده ولو جربت هيبقى شكل الموضوع كده فبلاش أصلا أدخل السكة دي لأنها هتبقى فيها مش هتقدر يعني سكة بلا رجوع لازق الأهل الأهل مهم جدا خطوة الأهل يفضلوا ملاسقين لولادهم في الفترة دي مهمة جدا يعني الحب غير المشروط؟ آه وعدم الوحدة كتير من ولادنا دلوقتي قفلين عليهم من قوضة احنا ما نعرفش هم ما بيعملوا إيه وقاعد وحيد ممكن يكون مسك الموبايل ممكن ما بيعملش حاجة الفراغ القاتل ده ممكن يخليه يلجأ للمخدرات عايز يملى الفراغ إنه هو يجرب يعني خلق مساحات مشتركة من النقاش؟ ياريد ياريد الأهل عليهم دور كبير جدا إنه هم اللي يفتحوا المجال إنه هم زاوي الخبرة الولاد والصغيرين ما عندوش خبرة إنه هو يفتح موضوع مع أهلهم طب الصغيرين لو شايفين الكبار دول دمهم تقيل إزاي نخلق المساحة دي يعني نكسر الحواجز دي أعمل الحاجات اللي بيحبوها يعني أنا أكيد ثقافتي غير ثقافة ولادي مختلفة تماما هم بنجيل وشكل معين أنا دايما بتلاقي الأهالي رفضينه أنا مش عايز أسمع أغانيهم أنا مش عايز أتفرج على أفلامهم لأ أنا عشان أخلق معهم القصة اللي حضرتك بتقولها دي لازم أفتح معهم مجال لحياتهم هم لأنه هم مش عايزين ييجوا حياتي هم بالنسبة لهم أنا ستة كبيرة وحياتي رتيبة وركيكة ومملة وكل حاجة مش كويسة فيها فعشان أخلق حوار ما بدنا أكثر الموضوع ده يعني أفتح فيلم أنا وهم بنتفرج كلنا مع بعض أفتح مجال الحوار بلاش التعنيف كل ما بشوف ابني أقوله أنت فاشل أنت بتنجحش هو عمر ما يسمعلي بعد كده ولا هيقعد معايا أنا دايما طالما هيلاقي في سكتي مقفولة طول ما بيشوفني أنا يا إما بديله كلمتين يزعلوه يا إما بعنفه يا إما باشتمه في البابي خالص مش هيسمعلي عشان أفتح مجال الحوار لازم أطمنه أن أي حاجة هتحكيها أنا بسمعها يعني ممكن ييجي ابني من بر أصلا هو اللي يحكيلي على الموقف أنه حصل معايا كذا وكذا وواحد عرض علي حاجة طب كنت المفروض أعمل إيه أنا تكسفت منه وخدتها بس ما خدتهاش في بقية أنا خدتها بس معايا طب أهي لازم أفتح مجال مش كل ما ييجي يحكيلي على حاجة أصده أو أعنفه فهيبطل أنه هو ييجي جنبي أصلا يعني للأسف بعض الأباء بيكونوا فاكرين أنه حبهم لأولادهم بأنهم يعودوا يقولوا له ده أنت مش هتفلح طول ما أنت ما بتذكرش أو طول ما أنت بترجع لي متأخر مش عارفة إيه والنوع ده من الكلام ده بيسبب يعني نوع من ألواع خلينا نقول العضوانية عندهم شوية فحب أعرف من حضرات الكاملة والاكتئاب بيسبب يعني أو بيخلي بعض الشباب تلجأ للمخدرات وإنه أنواع المخدرات اللي بقوا بيلجأوا لها دلوقتي هي فيه أنواع كتيرة مستحدثة وطبعا يعني ما إنا نسمع حاجات كتيرة للفترة دي والحاجات الأسف يعني الأسماء المرعبة واللي بتدي أثار أبشع من الأولى دي بقيت مستحدثة 9000 مادة مخلقة 9000 للأسف وحاجات كتيرة جديدة يعني أساميها ما كانتش مدركة بالنسبة لنا ولا احنا نعرف عنها حاجة فمشكلتنا أن احنا ما عندناش وعي للجديد كمان فأنا ممكن أكون قاعدة مع ابني بحذره من حاجة قديمة وهو يلاقي حاجة جديدة فيقول لا دي مجاتش في الجدول اللي أهلي قالوا لي فيه فلازم أقوله حتى لو فيه حاجات حديثة وإحنا لا نفق عنه شيء لأن الموضوع كبير وكل يوم متجدد الحالات الاكتئاب اللي حضرتك قلت عليها لأن لو الشاب أو المراهق عنده حالة اكتئاب أو أيا كان الكبير اللي داخل على حالة اكتئاب ممكن ياخد أدوية بدون استشارة الطبيب ليه الناس بتقرأ الورقة النشرة بتاعت الدواء وبتدي تنفذ بدون وعي وتقول لا أنا بعالج الإنسان طبيب نفسه لا هو الطبيب بيديني جرعة معينة لو أنا محتاجاها في وقت معين وبوقفها غيرا ما أنا أخدها وافضل أخدها فحس إن أنا بدأت أستريح على الشكل اللي بتدهوني فبفضل إن أنا بقيت مدمن لده والموضوع بيكبر معايا الجرعة ما عادتش بتديني نفس بتحقق لي نفس الموضوع فبدأت أكبر فده دي منفذ للناس اللي عندها اكتئاب بتقول باخد مدودات اكتئاب مني النفسي باخد مهدئات مني النفسي دي ما تنفعش لازم استشار الطبيب لأنه هو عارف يديك إيه وكل حالة مختلفة عن التانية ما ينفعش إن أنا أستشير نفسي وأوصف دواء الحاجات المهمة إن لما أعود مع حد أنا عارف أصلا إن سلوكه مش قد كده ودي للأهالي وللولاد بلاش إن أنا أشتكيله لأن أنا عارفه هو هيدخلي من مدخل ده أنا مفتح له نقطة ضعفة بقوله أنا نقطة ضعفة كذا أنا عندي اكتئاب فيقولي خد دي هتخليك مزاجك حلو أنا طالما خلاص أنا قبل كده عرفت من أهلي أو من التلفزيون أو من أي مجان إن الموضوع ده غلط فخلاص أنا عرفت أرد أقول إيه ومفتحش المجال أصلا الكلام في ده عن أي حال يعني ما زالت الأسرة هي العامل الأكبر والأهم لاحتواء أي أزمة يعني الأم والأب النهاردة دورهم لا يقتصر فقط على أن أنا أود نادي أو أود مدرسك وإيسا الخطر بقى أكبر بكتير الأم والأب النهاردة مفروض بأصحابي وأصدقاء تدخلوا بشكل كبير جدا مع أولادهم يبعدوهم عن الوحدة يبعدوهم عن أصدقاء السوق نبقى عارفين كل التفاصيل قصة يعني الكلام فيها سهل الكلام النظري بالذات في هذه القصة سهل ولكن على أرض الواقع الأرقام مرعبة بالذات في جيل المراهقين وإحنا ربما سمعنا أرقام كتير وراكن في النهاية أنا عندي فئة المراهقين ما زالت هي الفئة الأكبر الدكتورة سامر كيشك ربما تكلمت عن هذا الأمر بالتفصيل وضحت لنا أهمية هذا الدور وضحت لنا أهمية الاحتواء وضحت لنا أهمية أيضا الدعم النفسي الخاص بكل الشباب في هذه المرحلة نشكرك الدكتورة على هذه المعلومات ونتمنى لكل أسر المصطينيات بالفعل تبدأ تتحرك بشكل يعني أكثر تفاعلا مع أبنائهم وخصوصا في ظل الموبايل والمقدرات والأغاني العجيبة اللي بيسمعوها لأيام دي حالة موضوع الأغاني ده يا لقدرس يعني هو أنا بحس نوع من نوع الإدمان برضو تحيي للأسف شكرا لك يا دكتور